ايجا الوقت انه احنا ننزل الجزء الثالث من تخصصات التمريد بامريكا وبعضها لم تسمع بها من قبل وبعضها مش موجودة الا بامريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا محمد ناصر ابو يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرد اللي منتكلم فيها عن التمريد مهنة العظمى فلو عجبك العنوان خليك معنا للاخر وكالعادة اعمل هند واشنج البس لغلاف زهات الماسك وتفضل معنا التخصص رقم 13 من تخصصات التمريد الامريكية اسمه دينتل نيرس او تمريد الاسنان هذا التخصص بالذات من اسهل التخصصات انه يدخل فيه الدبلوم او البراكتكال نيرس ممكن تكون دبلوم ممكن اجل يعني ممكن تكون خلص التنوية عامة وتاخد دورة تسعة وشهر او سنة في التمريد خلص صرت مساعد طبيب اسنان يدرس الممرد برنامج مساعد طبيب اسنان يعتمده الكمشن ان دينتل اكريديتيشن او منظمة ترخيص المهن السنية وبتكون مدة الدراسة سنة في كلية المجتمع او معاهد طبي بعض الولايات بتسمح بالشغل بهذا التخصص بعد خبرة في مجال اسنان بدون ما تكون دارسها اصلا بس هذولاك الممردين اللي بدون دراسة ما بيخذوا رخصة فانت ادرس سنة خذ رخصة وجددها كل فترة اشهر الترخيص لممردين الاسنان هو Certified Dental Assistant الذي يعطى من قبل Dental Assisting National Board مجلس مساعدين الطباء الاسنان بشروط النجاح في برنامج مساعد اسنان المذكور قبل شوي او برنامج معتمد من نفس DENB بعد الثانوية العامة او خبرة عملية فقط مع دورة CPR معتمدة وبعد اجتياز امتحان ال CDA المكون من ثلاث اجزاء رح يعطوك الامتحان مكون من مساعدة طبيب الاسنان الوقاية من الاشعاع لان الدكتور بصور المرضى جنبك او قدامك وضبط العدوى بعض الولايات تتطلب مهرات اضافية مثل تلميع تاج السن او تصوير الاسنان بالاشعاع اللي هي البانوراما وللمحافظة على الترخيص مش مطلوب منك الا 12 ساعة دورات كل سنة فقط مع تجديد دورة CPR كل سنة من التخصصات اللي بتطلب تدريس وتدريب عالي جدا النيرس كيس مانيجر او الكيس مانيجمنت اللي هي ادارة الحالات هذا الشغل تأنه يسهل تنفيذ الخطة العلاجية يضمن وصول الرعاية الصحية لكل مريض بمرض مزمن او معاق محتاج للرعاية مدى العمر او يهتم بالكو اردونيشن لجهود الرعاية الصحية وتوفير المال والوقت على المريض يعني انت بتمسك المريض من اول ما يمرض لغاية ما يطيب وبعض المرضى طول العمر تمسكهم بتنظم له موعيده بترتب له لقاءاته مع الأطباء بتعرف كل جهاز من وين تجيبه وبتحاول في كل خطوة انه تختار احسن خيار وارخص اشي وتوفر وقت بنفس الوقت لازم تتخرج من كلية او جامعة بعدها تنجح انجليكس بعدها تشتغل في مستشفى يقدم خبرة فيها احتكاك مع الكيس منيجمنت وتاخد رخصة سيرتفايد كيس منيجر اللي بنضحها كوميشن فور كيس منيجر سيرتيفيكيشن بعد ما تتخرج من الجامعة تاخد خبرة في الكيس منيجمنت تحت اشراف كيس منيجر يعني ما بنفع خبرة بالطوارئ او بالاطفال او اشي ملوش دخل او سنتين خبرة بدون اشراف الكيس منيجر بعدها بتكمل رخصة من السي سي ام سي بعدها تنجح في امتحان الرخصة اللي بعملو لك يا سي سي ام يا اما بتاخد رخصة اكريديت كيس منيجر اللي بوفرها امريكان كيس منيجمنت اسوسيياشن هذول باختلفوا شوي اللي بتطلب منك بدو ثمانين ساعة دورات في اخر خمسة سنين ممرض الاي سي ام بدو ثلاثين ساعة دورات خلال اخر ثلاث سنين بتلاحظوا احيانا جوه نفس التخصص في رخص مختلفة بتقدر تاخد اي واحد منها واكثر من منظمة ممكن تعطيك الرخصة رقم خمسة عشر الكريتيكال كير نيرس او ممرض الاي سي او لازم 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 يكون معك بي ال اس و اي سي ال اس تتخرج بدرجة بكالورس بتاخذ الانكليكس بتاخذ رخصة من الولاية بعدين بتشتغل في كريتيكال كير اريا اقل شي 1750 ساعة عملي بعدين بتنجح في الكريتيكال كير ريجستر نيرس امتحان اللي بتعقده امريكان اسوسياشن اوف كريتيكال كير نيرسز ادفايسوري بورد بعدها بتاخذ دورات معينة بعدها تساعة معينة كل سنة لتجديد الرخصة بتختلف حسب من وين جبت الرخصة من اروع التخصصات في امريكا الامرجنسي نيرس وهذا برضو من اعلى الرواتب يمكن ثاني او ثالث اعلى رواتب بعد الانستيزيا نيرس بتكون متخصص بالطوارئ بالتصنيف اللي هو ترياج شغلتك تميز الحالة الطارئ من غير الطارئة من حالة المركز الصحي ممكن تشتغل في مستشفى في مركز اسعاف ممكن تشتغل في ملعب كرة قدم او كرة سلة مثلا كمسعف لللاعبين بتتخرج من الجامعة بتجيب الانكليكس بتاخذ الرخصة من الولاية بعدين تتقدم الامتحان محاوسة بتقيمه البرد اوف سيرتيفيكيشن فور امرجنسي نيرسز عشان تصير سيرتيفايد امرجنسي نيرس يعني ممر الطوارئ مرخص تاخذ رخصة صالحة لمدة اربع سنوات تجدد يا اما بتعيد الامتحان يا اما ميت ساعة من الدورات خلال الاربع سنوات هذول الامتحان مية وسبعين سؤال منها خمس وعشرين مش داخلة بالامتحان بس ها هي تجريبية وفعليا لازم تنجح بالمية وخمسين علامة النجاح سبعين بالمية ومدة الامتحان ثلاث ساعات على فكرة في مستوى اعلى من المهارات والشهادات والترخيص في تمريض الطوارئ بالذات اسمه الادفانس براكتس نيرس لازم يكون عندك مهارات متقدمة عشان تصل لهاي الشهادة او لهاي الرخصة فلازم تعرف تقرأ الاسي جي تعمل تقرأ الاكس ري وتعمل فحص نظر للمرضى تخيط الجروح تعطي الانستيزيا وتفتح الابسس وتعمل انتوباشن وتعمل ريدكشن للفراكتشر برضو وغيرك بدك تعمل للمريض اللي عنده كسر في مستوى ثاني اسمه فانت صح مختص بالطوارئ لكن شغلك بس الاطفال تخذ رخصة بعد النجاح في امتحان محاوسة تعقيده او فانت ممرد اطفال طوارئ يا بتخذ الرخصة من منظمة ممرضين الطوارئ يا من منظمة ممرضي الاطفال الامتحان بتكون من مية وخمس وسبعين سؤال منها خمس وعشرين مش داخلة بالامتحان علامة النجاح سبعة وثمانين بالمية مدة الامتحان ثلاث ساعات وبتخذ رخصة صالحة لمدة اربع سنوات بدك تجدد الرخصة يا بتخذ كمان امتحان يا اما ميت ساعة من الدورات منهم اربعين في تخصصك او الف ساعة خبرة يعني سنة في تخصصك خلال اخر اربع سنوات مهارات ثانية ممكن تفيد ممرد الطوارئ مثلا الادفانس بيرن لايف سبورت لدورة انعاش لكن لمريض الحروق بس بيسيك لايف سبورت هاي شرط اساسي ادفانس كارديك لايف سبورت هاي شرط اساسي النيونيتل ريزوستيكيشن بروغرام الانعاش للحديث الولادة هذا ممكن يفيدك البيدياتريك ادفانس لايف سبورت برضو ممكن يفيدك الادفانس تروما كير فور نيرسز هذا ممكن يفيدك جدا جدا خاصة في مرضى الجراحة فيه تخصصات ثانية تنبع وتتفرع من هذا التخصص مثل سيرتيفايد فلايت ريجسترد نيرس رح احكي عنه كمان شوي سيرتيفايد ترانسبورت ريجسترد نيرس يعني بتنقل المرضى جرياتريك امرجنسي نيرسنج ايديوكيشن ناشونال انستيتيوت اوف هيلث ستروك سكيل سيرتيفيكيشن شغلتك سي في اي بس بري هسبيتال امرجنسي كير يعني شغلتك قبل ما يدخل المريض على المستشفى تروما سيرتيفايد ريجستر نيرس وهاي شغلها حلوة ورواتبها ممتازة وتروما نيرس سبيشيليست هذي بعض التخصصات اللي ممكن تتفرع من تمريض الطوارئ فانت شفت كيف الموضوع ممتع التخصص رقم 17 اسمه الانفيرومنتال هيلث نيرسيس فانت ممكن تختص بالبيئة شغلك الوقاية من الامراض التي تحدثها عوامل الطبيعة مثل الهواء الملوث والمياه المتسخة يمكن يكون معك بالبداية دبلوم او بكالوريوس بعدها تاخذ رخصة الار ان تنجح بالانكليكس تاخذ رخصة من الولاية وبعدها خبرة بالتمريض يستحسن تكون الخبرة في الكميونيتي هيلث او الاكوبيشن الهيلث او ايش يلو علاقة بالتخصص ويفضل يكون معك ماجستير بالانفيرومنتال هيلث او بالبابليك نيرسينج او بالكوميونيتي نيرسينج الترخيص بسموه ادفانست بابليك هيلث نيرس بورد سيرتيفايد وبعطيك اياه مين الامريكا نيرسينج كريدينشل انك سنتر شرط يكون معك ماجستير او دكتورة في تمريض البابليك او اي تخصص ايه علاقة سواء كوميونيتي او انفيرومنتال وانك تخلص دراسات وابحاث في احدى التخصصات التالية يا بتكمل كوميونيتي ادفانست يا بتكمل ابيديميولوجي يا بتكمل احصاء يا بتكمل انفيرومنتال هيلث او هيلث مانيجمنت او هيلث بوليسي او بهيفيرال سيانس او اشي زي هيك لتجديد الرخصة خذ خمس وسبعين ساعة دورات كل خمس سنوات تخصص رقم 18 من التخصصات النادرة واتوقع مش موجود الا بامريكا اللي هي البرش نيرس او الشارج نيرس او الفيف كوميونيتي نيرس هذا التخصص للممرضين اللي بشتغلوا فقط فيه كنائس بفرقوا عن غيرهم انه لازم تتعلم كيف تعالج المريض في بيئة كنسية او دينية وبالتالي تركز على البعد الديني او الروحي اكثر من باقي الممرضين في المستشفيات العادية بتركز على كل الابعاد لكن ما بصير تعمل ججمنت او تكلمه في دينه او تسأله شو دينك لانه هذا يعتبر تعدي على حقوق المريض لكن لما يكون المريض نفسه مش راضي يتلقى العلاج الا في مستشفى او عيادة تابعة للكنيسة معناته هو مؤمن بهذا الدين فبتصير تقوله انه ربنا رحيم فيك ربنا بحب يشوفك كويس ربنا بحبك قوي ربنا بحب المؤمن الضعيف وهكذا فالامور الروحية والدينية بتساعد في الشفاء بتخلص دبلوم او بكالورس بتنجح بالانجليكس تاخذ رخصة الولاية ويستحسن يكون معك خبرة في اي قسم ويستحسن يكون كوميونيتي هيلف او بوبليك هيلف او اشي زي هاك تاخذ دورة تدريبية لممرضي الكنائس بسموها فيث كوميونيتي نيرس بريباريشن كورس من اي جامعة او كلية او حتى من اي كنيسة او مستشفى هذا المنهج او هذا البروغرام بركز على الرعاية للجانب الروحي والهوليستيك كير هوليستيك يعني زي ما بتتكلم عن الجانب البدني والنفسي بتتكلم عن الجانب الديني والروحي لازم تتعلم الدمج بين الصحة الجسدية والروحية الرخصة والاختصاص مش واجبة لكنها تحسن من فرصك في انك تلاقي شغل وبتزيد راتبك وبتحسن يعني اضافة كويسة للسهيبية تبعك ممكن تاخد رخصة من الامريكان نيرسز كريدينشالينك سنتر بسموها رخصة فاث كوميونيتي نيرسينك سرتيفيكيشن هاي الرخصة عشان تاخدها لازم تكون معك بكل رسال اقل وتكون ناجح انكليكس مزاولة مهنة دورة تدريبية لممرضين الكنائس ثلاثين ساعة على الاقل الف ساعة خبرة عملية خلال اخر ثلاث سنوات يعني اخر ثلاث سنوات انت اشتغلت على الاقل سنة في كنيسة وتنجح في ابتحان الفيث كوميونيتي نيرسينك سرتيفيكيشن اكزام عشان تجدد الرخصة بدك خمس وسبعين ساعة دورات كل خمس سنوات على ان يكون جزء منها في تخصصك اللي هو تمريد الكنيسة وتكون شغال بنفس التخصص الحلقة الجاي رح تكون الحلقة الاغرب والاعجب لان اغلبية التخصصات اللي فيها عمرك ما سنعت فيها استنونا خليكوا على الموعد ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول بول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته